اهلا بكم في موجز اليهم الانباء من قناة التناصح اصدر المجلس الرئاسي المقترح قرارات بخصوص التعديل الوزاري حيث شملت وزارات الاقتصاد والمالية والداخلية بالاضافة الى وزارة الشباب والرياضة وشمل القرار تكليف كل من وزير الخارجية السابق بالمجلس الانتقالي علي العساوي وزيرا للاقتصاد وعضو مجلس النواب المقاطع فتح باشا اغا وزيرا للداخلية وجاء في قرار اخر تكليف بشير ابو عجالي القنطري رئيسا للهيئة العامة للشباب والرياضة وفرج عبد الرحمن بنطاري وزيرا للمالية قال رئيس بعتة الامم المتحدة الى ليبيا غسان سلامة ان البعتة تعكف على بناء جهاز للشرطة من اجل توفير الامن في ليبيا وسحب البساط من تحت ارجل الذين يريدون ان يستمر القتال وذلك من خلال وضع ترتيبات امنية في العاصمة واكد سلامة خلال مقابلة مع جريدة الحياة السبت انخراط 200 الف عنصر في التشكيلات العسكرية قدمت لهم الدولة منذ خمس سنوات نوعا ما من الغطاء من بينها الرواتب موضحا انهم يأخذون وهم مما وصفا بزعماء الميليشيات وفي حديثه عن الانتخابات قال ان البعتة تعمل على تنظيمها في اقرب وقت مشيرا الى ان شروط تحقيقها لكي تكون ذات مصدقية لم تتوفر بعد لا تشريعيا ولا امنيا اعتبر عضو مجلس الدولة عبد الرحمن الشاطر ان مجلس النواب المنحل يريد التمديد لنفسه بعد ان شعر بانتهاء مدته واضاف الشاطر في تغريدة له ان البرلمان يخاطب ودى مجلس الدولة للقيام معا بتعديل اتفاق الصخيرات الذي لا يعترف به ولا يتعامل معه مشيرا الى ان المطلوبة في هذه المرحلة من المجلس النواب هو تضمين الاتفاق في الاعلان الدستوري وليكون الحوار منطقيا وقرونيا وإلا كيف يغير ما لا يعترف به على حد تعبيره جدد السفير التركي لدى الجزائر محمد بروي على دعم انقرة جهود الامم المتحدة في تسوية النزاع بين الاطراف الليبية واكد بروي في تصريح لصحيفة الوسط الجزائرية بان الحل يجب ان يجده الليبيون بانفسهم مشيرا بان تنسيقا مشتركا يجري بين الجزائر وتركيا بهدف اعادة الامن في منطقة الساحل بصفة عامة خاصة ان انقرة تتابع عن قرب الملف الليبي على حد قوله اعلنت وزارة التعليم بالحكومة المقترحة عن انطلاق العام الدراسي الجديد اليوم الاحد في معظم المدارس في المناطق والمدن الليبية واشار وكيل التعليم عد الجمعة ان الوزارة وضعت جدولا تمهيديا وتحضيريا في الاسبوع الاول لطلبة التعليم الاساسي الجدد ليتعرفوا على فصولهم واجواء الدراسة مضيفا ان المقررات الدراسية في مرحلة التعليم الاساسي لم تتغير موضحا ان ما حصل في تهديب للمادة وتقليص لبعض الدروس واكد جمعة في بيان الله بان الوزارة تحرص على تحسين اوضاع المعلمين والاستجابة لمطالبهم كعلوة الحصة وصرف الميزانية التشغيلية لكل المدارس على حد تعبيره نهاية الموجز الى اللقاء اشتركوا في القناة